مرحب الزميل العزيز محمد الباز مساء الخير يا محمد مساء الخير يا كابتن عيما مساء الخير يا عكباتن ايه اخبار لأرقام النهاردة نفس الكلام يعني بقى انه فترة كذا ماتش وراء بعض أرقام الشوط الأول غير أرقام الشوط التالي ودي حاجة بات يعني بيتم ملاحظتها ولابد من اللي وقفة عليه عشان نبدأ نشتغل ونحسن في الأرقام كي خلينا نبدأ بأرقام الشوط الأول سريعا ونشوف المبركة ماشية ازاي بالأرقام في كل الأكشنز الدفاعية الهجومية وتأثيرها على أرضية الملعب يعني خرجنا طبعا نتيجة سلبية صفر صفر الأهداف أخطاء كان فيه بعض التوتر والعصابية شفناها خمس أخطاء ضد الأهلي ثلاثة ضد مديامة الركنيات حتى ما وصلناش بشكل كبير على المرمى يعني اتنين ركنية للأهلي مقابر ركنية واحدة لمديامة نفس الكلام في التسلل واحد واحد بالنسبة للتسديدات بالنسبة للأهلي طبعا كان فيه 11 تسديدة منهم بس أربعة أون تارجت بالنسبة يعني دقة 36% 11 تسديدة في شوط الأولاني كان رقم كويس بالنسبة للتسديدات على المرمى رقم طبعا معقول ولكن أربعة فقط أون تارجت على ثلاث خشبات بالنسبة لمديامة طبعا ما وصلوش بشكل كبير ولكن الفرستين اللي احنا شفناهم أو التسديدتين اللي احنا شفناهم كانوا شكلوا خطورة على مرمى شناوي وشناوي فعلا تصدى لأحدهم واحدة فقط أون تارجت اللي شالها شناوي بنسبة 50 طب بالنسبة للاستحواز والسيطرة طبعا بنبص على الاستحواز نكمل هنبص على الاستحواز هنا كانت 69% استحواز للنادي الأهلي في الشوط الأول مقابل 31% لمديامة الأهداف المتوقعة لإكس جي كان ممكن نصل لهدفيه من إجمال التسديدات والفرص اللي احنا شفناها الفرص 9 فرص للنادي الأهلي مقابل فرصتين لمديامة حتى في الاكس جي الهدف المتوقعة المديامة حتى ما حوصلوش لأن هما إحققوا هدف وحيد هو الهدف اللي شالوا الشناوي الخطرة تسديدة أون تارجت بالنسبة للتمريرات الأهلي طبعا نرجع للتمريرات القابلها دخلنا 272 تمريرة 232 منها 85% دقة دي حاجة كويسة بعض الشورت باصس شفناها في أثناء المباراة وحنستعرضها أيضا بالحالات بالنسبة للمديامة 117 تمرير يعني ده بيقول لك إن إحنا طبعا الاستحواز 69% كان معظم الوقت طبعا الكورة ما بين رجل لعبتنا بالنسبة للتمريرات القصيرة أو الشورت باصس لعبناها بشكل كبير جدا 242 شورت باص 219 منهم بدقة 90% وده كان شيء كويس جدا في الشوت الأول إن إحنا مسكنا الكورة بشكل كبير جدا نقلنا الكورة ما بين لعبتنا ما بين رجل لعبتنا الشورت باصس النحي التانية كانت أرقام ضعيفة جدا لمديامة 92 تمريرة قصيرة 72 بس منهم صحيحة بنسبة 78% دقة لمديامة التمريرات الطولية طبعا زي ما إحنا شايفين هما بدأوا اللي جاءوا للونج بولت 22 هي رقم طبعا مش كبير على يعني إطار المباراة والشوت الأول ستة منهم بس صحيحة 27% بالنسبة للنادي الأهلي لعب 17 لونج بولت 9 منهم صحيحة بنسبة 53% العرضيات احنا وصلنا عملنا عرضيات 13 كروس 13 عرضية منهم بس 4 بشكل صحيح يا كابتن أيمن 31% الدقة بتاعتهم أما مديامة عملوا 3 عرضيات 2 بشكل صحيح والدقة كانت 67% الكسب الكرة واستخلاصها واسترجاع الكرة كان بشكل كبير جدا عند الأهلي 53 مرة مقابل 54 مرة لمديامة ده خلال الشوت الأول وخسرنا الكرة 22 مرة في الشوت الأول مديامة طبعا خسر الكرة 17 مرة أنا بعد إحصائيات الشوت التاني حاول لحضرتك مين أكتر حد النهاردة من لعبتنا خسر الكرة ومين أكتر حد طاعة النهاردة أنه يستخلص ويسترجع الكرة بشكل كبير جدا نخش بسرعة بقى على إحصائيات الشوت التاني الوحدة حنشوف بقى أرقام مختلفة تماما زي كل مرة بنقول يعني المباراة طبعا انتهت أو الشوت التاني أحرصنا فيه ثلاث أهداف أخطاء برضو يزاد شوفنا توتر عصبية بعض اللقاءات بعض أجواء المباراة بتاعت الشوت أو الشوت التاني تحديدا سبع أخطاء أو فولات للأهلي ثلاثة مديامة الركنيات لا وصلنا كان فيه ركنيات كتيرة فيه ست ركنيات للنادي الأهلي مقابل ركنية واحدة المديامة تسلل ما فيه ولا تسلل للنادي الأهلي في شوت التاني تسلل واحد على مديامة التزديدات بقى هنا فيه 13 تزديد ولكن 8 منهم أون تارجد ده رقم كبير طبعا مقارنة برقم الشوت الأول بالدقة 62% مديامة عملوا 5 تزديدات على المرمى منهم 2 أون تارجد وبنسبة 40% ده الشكل الهجومي مبدئيا بالنسبة لأهداف المتوقعة لا احنا بقى الـ XG كان في الشوت التاني من وقع التزديدات والفرص كان ممكن نصل لتلات أهداف أو أكثر من تلات أهداف مديامة طبعا كان ممكن يصل إلى هدف ولكن الفرص عندنا كانت 10 فرص 10 فرص طبعا كانت فرص كثيرة جدا يعني الشوت الأول كانت فرص 9 فرص والشوت التاني 10 يعني بتتكلم في 19 فرصة محققة ندلة لخلقة صحيح ده في الماتش كله مديامة طبعا عندهم فرصتين استحواز طبعا احنا زاد الاستحواز أكتر في الشوت التاني يعني كنا متكلم في 63% شوت الأول فقط شوت التاني 74% مقابل 26% لمديامة نفس الكلام في التمريرات نفس الكلام 296 تمريرة 254 منهم بشكل صحيح يعني دقة 86% التمريرات أرقام التمريرات عموما أرقام مهمة جدا بتورثم لك إزاي الفريق كان بيمرر الكرة بشكل صحيح وضقيك بإزاي بيستحوزوا ويبدأ انهوا يحركوا الكرة ويهي البروجريسف أكشنز نهما يداروا يعمل التدرك بشكل صحيح ناحية مديامة طبعا 99 تمريرة 60 منهم بشكل صحيح يعني نسبة 61% ده رقم قليل جدا 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 يعني حتى الشوت الأول كان تمريراتهم بشكل كان أرقامهم قليلة جدا تمريرات القصيرة الشوت باصس عندهم برضو أرقام قليلة جدا 67 منهم 53 صحيحة نسبة 70% أما الأهلي كان 266 تمريرة قصيرة ما بين رجل اللعبتنا 243 منهم صحيحة يعني نسبة 91% ده رقم ممتاز جدا نتكامل برضو اللونج بول إحنا ملعبناش لونج بول برضو بشكل كبير كان فيه 14 لونج بول اتلعبت منهم 6 بشكل صحيح 43% الدقة بتاعتهم مديامة لاجئت يعني مكانتا بشوت لولين يلعبوا لونج بول 20 لعبة أو تمريرة طولية منهم 6 بشكل صحيح بنسبة 30% العرضيات إحنا رحنا وعملنا عرضيات كثيرة جدا 16 عرضية منهم 5 فقط صحيحة الدقة بتاعتهم 31% بالنسبة للمديامة هما 3 عرضيات فقط واحدة منهم صحيحة نسبة 33% كسب الكرة الاهلي كسبنا الكرة ب47 مرة في الشوط الثاني 45 مرة طبعا لمديامة إنهم كانوا باستخلاص الكرة تحت ضغط أو المسباصس اللي احنا عملناه بشكل كبير نفس الكلام خسارة الكرة ده بالنسبة لكسب الكرة يعني كسبنا الكرة وعملنا استخلاص وريكوفري 47 مرة 45 لمديامة أما خسارة الكرة خسرنا الكرة 15 مرة مديامة 11 مرة يعني عايز أقول لحضرتك أكثر خسارة من للكرة من اللي عبتنا النهاردة كانت لإمام عشور 11 مرة ومعظمهم كان تحت ضغط أو مسباص بالنسبة لكريم فؤاد هو رقم 2 هو خسر الكرة 8 مرات من إجمالي خسارة الكرة النهاردة أما أكتر لعبة عملت استخلاص للكرة أو ريكوفري الكرة النهاردة كان محمد عبد المنعم 14 بنسبة لياسر أيضا 16 مرة ياسر ومحمد عبد المنعم طبعا كونهم السيد بكات هما اللي بيستخلصوا الكرة بنبدأ وإن هما يبنوا اللعب من الخلف مروان في نص الملعب النهاردة استخلص الكرة 14 مرة كريم الدبيس بعشر مرات ده الشكل العام لإحصائيات الشوط الأول وإحصائيات الشوط التاني عايز أقول لحضرتك صورة عامة على الجولة الأولى أرقام الجولة الأولى في البطولة كلها في المجموعات بالنسبة طبعا للأهلي أكتر أهداف كتل أهلي وشباب بلوزداد من عندنا في المجموعة نتكلم الأهلي 3 أهداف وشباب بلوزداد 3 أهداف ثم يأتي الترجي بهدفيه بالنسبة بالفرص المحققة طبعا كامل نسبة دي بالنسبة للأهداف طبعا على مجموعتنا متسويين مع شباب بلوزداد بل الأهلي طبعا يعني نعتبر بنحتل الصدارة مبدئيا بالنسبة للفرص المحققة المحققة يعني نحن نتكلم دلوقتي في 9 فرص شوط التاني بس وفرص كبيرة جدا بالنسبة للفرص اللي فعلا كان ممكن نحرز منهم أهداف على مستوى المجموعة كلها الأهلي طبعا كان فيه 6 فرص محققة كان ممكن نحرز منهم الأهداف وشوفنا الـ XCG بالنسبة ثم يأتي الترجي بأربع فرص منهم اتنين حققية كان ممكن يحرز منهم أهداف ثم تأتي بيراميدز ثلاث فرص منهم يعني فرصة واحدة أو كان حقا منهم هدف عاز أقول حدثك تزديدات على المرمى نحن نشوفنا طبعا للأهلي نارضة تزديدات على المرمى كثيرة جدا ولكن الأهلي هو برضو حتى الآن من ناحية الهجومية هو أفضل الأندية في الجولة الأولى في التزديدات على المرمى 11 تزديدة صحيحة بالنسبة ثم يأتي الوداد الوداد تسع تزديدات بس الوداد خسر النهاردة على ملعبهم من بطل بوتسوانا لغير مرشح خالص عايز أقول لحضرتك أن أرقام مباراة الوداد كان الأفضلية للوداد في كل حاجة الركنيات التزديدات على المرمى الفرص الأهداف المتوقعة مع ذلك للأسف يعني كان فيه خسارة مفاجأة كبيرة جدا بتحكس الأرقام مفاجأة كبيرة جدا ثم الترجي بخمس تزديدات أنطر ده شكل عام كده على الجولة الأولى في البطولة بشكل عام